السلام عليكم البنات اشخباركم كنت منى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير وانتوا ما كنتشاهدوا هاد الفيديو الفيديو جديدة في القناة اللي كنتمنى ان المحتوى ديالو او للمضمون يعجبكم وينال استحسانكم ويلا عجبكم راكم عارفين شنو تديرو ما تنسوش تخليوا ليالي لايك ديالكم واللي اول مرة كيزور القناة فضلا وليس امرا ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلك جديد فيديوهاتي اذا اليوم قدي نبارتاجي معكم البنات بسطيلة ديال الجاج سهلة مهلة بلا بيض صراحة قد جيك ناجحة من اول مرة قدي تصايبيها بمكونات بسيطة بالاخص المبتدئات من اليوم قد تخلعك البسطيلة يعني سهلة وشاهدي الافيديو حتى النهاية باش تكتشفوا طريقة التحضير ولمكونات ديالها بطبيعة الحال اذا بلا ما نطول عليكم بالهدراء كانتمنى لكم فرجة ممتعة وندزو المقادر المهمة بالنسبة للمقادر بسيطة كيف ممكن تشوفوا معي هنا كل شيء من ذاك الشيء المتواجد عندي في الضار لم أكلفت على راتي من غير ورقة البسطيلة هي اللي جبت من على بره كانحتاج في المقادر البسطلة البسطلة أنا خديت هنا تقلبا شي كيلو ديال البسطلة اللي شلطها رقيقة على هات الشكل يعني الوصفة كتبغي البسطلة بزايد ضعفتوا عني أنا عندي هنا يطير واحد إلا كان عندكم جاجب كثرة هذه تضيفوا البسطلة بطبيعة الحال بسجيكم الضغميرة شوية كتيرة مهمة عندي ربيطة ديال قصبرو المعدنوس عندي نصف كيلو ديال اللوز اللي تقدروا تضيفوا كيميا كتر أو لا تنقصوا أنا عندي نصف كيلو عندي عويدات ديال القرفة وعندي شوية ديال الملح راس مع القالي أن داجة تجاج عندي مرقد في الملح والحامض ودائما نقول لكم بأن دجاج منك يكون مرقد راكي يعطي لوقو ديال الملوحة إذا حاولوا تردوا البل من الملحة في أي وصفة تخدموا فيها دجاج ردوا البل من الملحة عندنا هنا يسمن عندي نصف كأس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة تقدروا تكتفوا يغيب زيت الزيتون عندي شوية لبزار شوية سكن جبير خرقوم البلدي وعندي ما زهر وعندي راس مع القادية الهريسة أو لغادية النصف مع القادية صغيرة وضامة ديال الزعفران تقدروا تعودوا بزعفران شعراء وعندي سكر غلاسي بنسبة لبنة الزعفران وبنسبة لبنة الزعفران شعراء وبنسبة الهريسة، راحك جي رائعة مع الجاج سيغتوله دردوا تجاج محمر حتى وضربوا فيه شوية الهريسة بإعطاءه لبنة إذاً سنذهب هذه البنات لابنة يطلب طرح من المره غليان نضيف عليه المره ونضيفه 1-3 دقائق لازوله ونضيفه ونستقطر ونرأيكم حتى الطريقة نصل إلى اللذ يستيقن ونهي فسكه المره ولم يقع أن نشرнить نضيف زيت المائدة وزيت الزيتون نضيف زيت المائدة وزيت الزيتون نضيف ملعقة صغيرة السمن نضيف ملعقة زفران نضيف ملعقة القرفة ورسم ملحة نضيف ملعقة الصغيرة نضيف سكين جبير ونضيف ملعقة صغيرة ونضيف ملعقة صغيرة ونضيف ملعقة صغيرة و سنمرق و ستشوف المراحل ثلاثة دقيقة نضيفه و سنصفيه و سنضيفه و سنضيفه و سنضيفه و سنضيفه و سنضيفه و سنضيفه و أنه تشحر و سنضيفه و سنضيفه و سنضيفه و مراحل و سنضيفه و سقط الماركة و لديك كبير و سنضيفه و سنضيفه و أقوم بإضافة وعلى عفية تكون مهيلة بعد مستقطر الغالثة سوف نقوم بلاستيكة نقية وضع فيها اللوز أجعلها سهلة يستخدمها سهولة سوف نستخدمها بسهولة لا تستخدموا الوقت نهائيا نكملوا بحالها كله ونجعله على جنب يعني نشوف اليم المال فيه باش نقليه في حالة البنات ما بغيتوش انتو ما تقليوا بإمكانكم انكم تحمروه المي مراني كملتو ونجعله ارتاع عفواني نشوف عندي دجاج دي راه تطاب البنات كيفما كتشوفوه العافية مهيلة واخره باقي عندي المريقة كيفما كتلكم راه هادك الكاسور إن عندما تضع زيال كانت المريقة مهيلة وليلة كاملة سوف نعيد تضرب بالنظم وعود العويدات للقرفة ونجعل المريقة بمنفر النار وستعمل لم نزع من تحريك نحرك في حالة توقف المريقة ونجل الضغمرة نأشفه من الماء نجل الضغمرة فأنتقل الضغمرة من بعد ذلك نيضع الان نحاول أن نحضر العظوام فيه كاملين وتنقطعه أو بل موس يجبون من القطاع مخططهم بالنسبة للوز، كما تروني، لم أظهرون الزيت نهائياً زيت باردة نقلي فيها اللوز بشيء يتقرمش من داخل ويتحمر من في بره إذا كنت تروني زيت يتحمر من في بره ولم تقرمش من الداخل هذه نصيحة غير المبتدئات سوف نقليه و سترده معه لانا وانا تسخن لكم الزيت سوف يأخذ اللون حمر بالزربة من بره وحتمني كنزوله من الزيت سوف يأخذ اللون سوف نفرش واحد البابي كويسان سوف نضع هذا اللوز تكون زيت كما ترى كما ترى صور كل ما سوف نضعه التحن كامل سوف نضعه لكي مياه بعد أن نضع زيت مياه سوف نضعه بسكر تقريبا ياتح كل اللوز سوف نحتاج لقعه من وصف كبار سكر غلاسي لا أريد أن يكون جيدا سوف نطحنه بعد أن طحنت كبار سكر غلاسي كبار سكر غلاسي شديت معلقة الزبدة التي دوبتها لا تريدونها دوبتها معلقة كبيرة القرفة معلقة ثلاثة مظهر نجمع هذا اللوز تنسجمي العناصر مواما اضفت معلقة المظهر بعد أن أكملت اللوز أريد أن ننزل الورقة كما قلت لكم لدي الورقة سوف تتمحن في الخدمة من الأفضل أن لا تكون ديال البخار تخدمها في نهارها لا تجعلها اشتبات ديال البخار لا تجعلها كتبات ونخدم بها لا تجعلها مميزة و لكن الورقة الخرام لا تجعلها بشكل من ذلك لا تجعلها حتى لا تجعلها لنطق على الخرام حتى نسالي ونضعها الوسط ثم نضمع العمارة دائما ندهن بشوية الزيت لتقلمش لنا الورقة سوف نوضع فرشة الجاج التي تقدروا تخلطها مع الغميرة مباشرة بلا ما تقدروا طبقات طبقة أنا أريد أن تخلطها مع بعضيتهم المهم راكم عارفين هذا كل شيء مواضح في الفيديو يعني بلا ما نشرح لكم أنا راه واضح نعود ثانيا نفس الطبقات يعني هذه التوضيحات غير المبتدئات أما أنا عارفة تبارك الله لمعظم النساء تدروب ستيلا عارفين كيفاش يخدموها يعني نفس المراحل تنعودوها نحاول أن نتبتوهم بهذا الشكل نحاول أن نقدم منهم واحد دائرة التي تكون مقدة وهذا نصيبه بالدينة نحاول أن نقرصوها 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 ونقرصوها لنقرصوها ونقرصوها إما بالمود ودقيق أو بالبيض صافي لنقرصوه أمسكوه نضيف الورقة جيدا لتأخذنا الفران سوف ندخلها الطيب ونرجع لكم عن البنات بالنسبة لبنات الفران يبقى اختيار البنات بطريقة اللي كنت أرمكم انا زيينتها كي نطلق أخرى كنت زيين بها ولكن دابة زيين بسيط يعني عادي جدا كنتمنت قبله المهم المضاقر ريحارة طلعة غزالة والمضاقر كي جزوين كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال استحسانكم ويعجبكم والوصفة ديال اليوم تعجبكم وما تنسوش تخلي ليولي لايك كيف ما قلت لكم في أول فيديو إذا نوصلنا إلى نهاية الفيديو دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى